دكتور عماد جد هل تتفق مع فكرة أنه الإقليمية خرجت من رحم فشل العولامة أم أن العولامة هي التي تدير الإقليمية لإعادة التموضع وترتيب الأوراق لا أتصور أنها خرجت من رحم فشل العولامة لسبب بسيط للغاية لأن الإقليمية لها متطلبات يعني لو جينا نقارن ما بين إقليمنا والإتلاحات الأوروبي ليه الدول الأوروبية نكحت أنها تعمل اتحاد وتوصل لعملة موحدة وعلى وشك أنها تعمل جيش ربما تطويرا للبنية العسكرية التي كانت موجودة قبل كده وهي وسترين يوروبيان يونيون أو اتحاد غرب أوروبا ربما طبيعة النظم السياسية في أوروبا ولازمنا بفهمين أنه لما بدأت فكرة التحاد الأوروبي بدأت بأن الحربين العالميتين الأولى والتانية كانوا بين فرنسا وألمانيا بالأساس فهو الألزاس واللورين هنا فحم هنا صلبة فنعمل اتفاق صحمه صلب وهكذا نتطور تدريجيا بدأت بالتنمية والاقتصاد بدأت بمكونين موجودين متكاملين موجودين عند دولتين حربوا بعض في الحربين العالميتين الأولى والتانية وبدأت تتطور تدريجيا وكان طبعا مش هتكلم على الديمقراطية وعلى المؤسسية لكن هتكلم على ما يسمى بدول القاطرة يعني اتحاد أوروبي في فرنسا وألمانيا سحابوا لقدام كويس انت هنا عندك إقليميا ما عندكش نفس الفكرة اليونان بتقع للتحاد الأوروبي يشيلها كويس لكن انت هنا في الإقليم ما عندكش ده انت عندك مثلا مجلس تعاون خليجي بس اليمن بره عندك إقليمية جوه إقليمية جوه إقليمية حاجات فرعية يعني عندك التحاد مغرب العربي كان عندك مجلس تعاون العربي عندك مجلس تعاون خليجي يعني في تفتيت للإقليم اتنين في محاولة يعني فرنسا وألماني حربوا بعض مرتين فحاربين على قرن العشرين صحيح إنما لما بدأوا ولا في طيفة مشتركة ولا في لغة مشتركة ولا في أي حاجة بس بدأوا من على الأرض بدأوا بسياسات واقعية بالمدخل الاقتصادي فالاقتصاد هو كان المدخل كويس لما تيجي تبص للإقليم هنا أنا شايف الحقيقة وإذا سمحت لي حالة من حالات التزاحم حالة من حالات محاولة الإزاحة يعني فرنسا وألمانيا حربوا بعض مرتين لكن في النهاية لأتعاون وتحركوا مع بعض ده غايب ده غايب عن الإقليم لو تكلمنا عن الإقليم العربية ربما حتى لو دخلت داخل نظم الإقليمية الفرعية كويس هتلاقي برضو فيها بعض يعني فكرة التزاحم ومحاولة الإزاحة وعدم الاعتبار للمساحات المشتركة أو خلق مساحات مشتركة وعدم النظر لإني التطور سوف يطول الجميع هتلاقي حتى في نوع من التزاحم على اللي بنسمي القوة النعمة إزاي أقدر أخذ قوة نعمة إزاي أضعف تاني من القوة النعمة وهكذا فالفكرة أتصور إنها غايبة بشكل واضح لأنه يمكن دكتور عبد منعم كان مديري وأحد وكان بنائش رسالة الدكتورات بتاعتي وكنا بنتكلم على مدرسة الواقعية وعلى التطور بتاعها ما بقاش ميزان القوة بقى ميزان التهديد بمعنى إنه مش مهم الصين قوية قد إيه المهم أنا شايفها مصدر تهديد ولا لا واللي عمل دوت واحد أمريكان اسمه ستيفن والت وستيفن والت عارف جاب النموذج من هنا وأستاذ زاشت جابه من الأردن يعني التطور بتاعنا زي بلانس ثريت جابها من الأردن قال لك الله يعني الأردن دولة صغيرة ودولة ضعيفة مش حاسة بأي تهديد من إسرائيل رغم القوة الإسرائيلية الضخمة دي هو مش حاسب تهديد لأن الموضوع مش في قوة إسرائيل الموضوع إن الأردن مش شايف إسرائيل تهديد عليه فبقى بلانس ثريت انت بتشوف مين اللي بيمثل خطر عليك مش مين الأقوى يعني أمريكا قوية جدا ليه كندا مش شايفها مصدر خطر لأنها في مساحات مشتركة كبيرة جدا مش ممكن تبقى مصدر خطر ترجمة نانسي قنقر